عايزة في بداية الحلقة دي البنات عايزة النهاردة يسمعوني البنات تسمعني الأمهات اللي عندها بنات وبتربيها الناس اللي بيدوا مثلا محاضرات خاصة بالبنات المدرسات اللي بيدرسوا للبنات النهاردة الدنيا كلها بنات وانسات فياريت يجوا يسمعوني البنات سن سنة ويسمعي بنتي الكلام ده وفي قبل سنة والله برضو اسمعي الكلام ده عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الأنوسة بنقول أنوسة المرأة في حيائها لا كمال ونوسة المرأة في تمام حيائها كمال ونوسة المرأة في تمام حيائها خلق من أخلاق الكرام سمة من سمات أهل المروق أو الشرف عنوان الفضل عنوان العقل الحياء بصوا له كده حرمة الخير كله من تحلى به بقى عنده عزة وكرام من تحلى به بقى عنده عزة وكرام نال الخير أصلا ايه الحياء الحياء يا أمة رسول الله يا بنات الحياء خلق أصلاً بيخليك تعمل الفعل الحسن خلق بيخليك إنك تترك القبيح والسيئات خلق أصلاً من خسل الإيمان هنقول كل الكلام ده نفندها ونقصلها بالأحاديث خلق من أخلاق الإسلام بل هو الدين الحياء اللي بيتصف به يتصف به ده حاسنا إسلامه اللي بيتصف بالحياء بيهجر المعصية اللي بيتصف بالحياء عنده خجل من الله سبحانه وتعالى وحياء من ربنا سبحانه وتعالى بيقبل أصلاً على طاعة ربنا بوازع جواه حب وتعظيم وحياء من الله سبحانه وتعالى الحياء خصلة بتبعدك أصلاً عن فضائح السيئات أصلاً متخلكش تعمل منكرات أنت مكسوف أنت مش قادر تعمل الكلام ده الحياء بيكسو صحب وقار واحترام خصلة دليلة على أن أنت أصلاً نفسك طيبة أنت نفس مؤمنة طيبة الحياء صفة من صفات الأنبياء والصالحين والصالحات طبعاً الحياء صفة جميلة جداً في الرجال وفي النساء طبعاً وفي النساء أجمل طبعاً الحياء خلق الإسلام لا اسمعوا أخرج ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء خلق الإسلام الحياء الحياء واللي عنده حياء الله سبحانه وتعالى بيحبه هو كده حديث سلمان الفريسة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه يديه كده بيدع ربنا أن يردهما صفراً خائبتين لازم ربنا يساق صفة من صفات الله عز وجل يعلى بن أمية حديث عنه رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو رأى رجلاً يغتسل بالبراز فبلا إزار ما فيش إزار عليه فصعد المنبر فحمد الله عز وجل النبي صلى الله وسلم وقسنع عليه على الله سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياة سوف يحب الله سبحانه وتعالى أقول لك ربنا يحب ده احنا جاري عليها يحب الحياة والستر ربنا سبحانه وتعالى فإذا اختسل أحدكم فليستتر الحياء خلق نبوي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم المسهل الأعلى في الحياء في الصحيحين برضو عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدريام النبع السلام فإذا رأى شيء لو شف شيء بيكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام يفسنا نشوفه صلى الله عليه الحياء شعبة من شعب الإيمان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع سبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله دي أعدل أعلى حاج وأدناها إماطة الأزى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان خلينا أشرح لكم لما النبع للسلام أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأزى ويذكر الحياء لأهميته لأهميته ما فيه حاجة وستين جوه هو الحاجة وسبعين بس الحياء من الأهمية الحياء برضو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في أخاه في الحياة بينهره يقول له أنت مالك مكسوف ليه كده يعني كأنك بتستحي يعني يقول له ما تعملش كده أو قد أضر بيك يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه دعه فإن الحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير حديث عبد الله بن عمر برضو رضي الله عنه الحياء والإيمان كرنا جميعا مع بعض الاتنين كده فإذا رفع أحدهم رفع الآخر استغفر الله لو تشال الحياء راح الإيمان الحياء مفتح لكل خير أقول كمان الحياء كله خير اسمعوا يا بنات كل الكلام ده تحفيزه فضل للحياء ولا يأتي إلا بخير عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير رواية تانية المسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير كمان حديث عن كرة بن إياس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين اسمعوا اسمعوا الجمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله كله قال الفضيل بن عياد رضي الله عنه أو رحمه الله من علامات الشقاء القصوة في القلب وجمود العين طياتش ولما يحصل حاجة جنبك ولا تسمعات من القرآن خلاص قصوة القلب وجمود العين وقلة الحياة وإيه بقى رغبة في الدنيا وطول الأمل خلال أنا عايش بقى يحلوني بقى ما فيش آخر برضو ابن حبان كان بيقول رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الحياة ده لو عندك عاقل خليك حياة لأنه هو أصل العاقل وهو بزرة الخير تركه أصل الجهل وبزرة الشر بداية الشر على طول حديث عن أبي مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الحاجات الأولى والنبع السلام أقرأ إذ لم تستحي فاصنع ما شئت لو ما شئتستحي من اللي أنت عايزه خلاص يتلام عليك لكن هتاخد سيئات وتتحاسب عليها وتتحاسب عليها لكن إيه لك ده عند الناس خلاص اللي تلحية لما تيجي من أهل عدم الحياة ما هو كده متوقع منهم كده الحياة حصن منيع إنك تقع في معصية أو في محرم أو منكر أو كبيرة أصلا علامة حياة القلب ابن القيم ما قولها جميلة جدا كلام ابن القيم كله ضرر بقول الحياة مشتق من الحياة فملا حياة فيه ميت في الدنيا شقيهم في الآخرة ولا عزو بالله بين الزنوب وقلة حياة يبقى الأول زنوب وقلة حياة ده أنا عايز أقول لكم قلة الحياة بتجيب الزنوب لأنه ما استحاش من الله ما خافش من ربنا ما استحاش إن ربنا يشوفه قلة الزنوب وقلة الحياة وعدم الغيرة متلازمان اللي هيجي منهم هيجيب الآخر ويستدعي الآخر ويطلبه اللي بيستحي أصلا من ربنا أه أبدا حتى لو جات له شاهو ولا فتنة من فتن الدنيا وما أكترها دلوقتي رده زي مين سيدنا يوسف عليه السلام قال إيه لامرأة العزيزة معاذ الله إنه ربي أحسن ما سوي لا إنه لا يفلح الظالمون اللي خلى كتير من الناس بيتجرأوا أصلا على ما حرم الله عز وجل وحدود ربنا إيه قلة الحياة قلة الحياة غياب الحياة من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخليك تتجرأ على المعاصي سوبان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي ما استحوش من ربنا خلي بالكم يأتون يوم القيام بص حسنات مثل جبال تهام كتير فيجعلها الله عز وجل هباء منصرة قال سوبان يا رسول الله صفهم لنا يعني قلهم جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم ممكن نكون إحما ما نعرفش قال أما إنهم إخوانكم من جلدتكم استغفر الله يا ربنا عوز بالله من هذا الحال قولوا أمين يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا أخلوا بمحارم الله انتهكوها ما استحوش من ربنا ندومش حيات باتهم ما ما بيستنوش أصلا يعني يخلوا بمحارم الله ما فيش بيعملوا المعاصي كده ومنكرات جهارا كده بيجهروا بيها خلاص وبيدعوا الآخرين وبيستنكروا على اللي ينكر عليهم اللي يجي ينصحهم في لولهم ده حرام وده غال ولا في دماغهم ده الوضع الحالي على ما تستاع من أعظم صور الحياة بصوا الحياة من الله عز وجل الحديث بقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حق أن يستحي من من الناس كم من الناس ما تستحي ده أنت تستحي من ربنا أكتر منك تستحي من الناس عن سعيد بن يزيد الأرزدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح في قومه نقف عند الحديث ده الحديث ده يا خوة أنا لو جروح أقول للنبي على السلام أوصيني يا رسول الله فابقول استحي من ربنا حق الحياة كما تستحي من الرجل الصالح في قومه أتخذ والله العظيم أتخذ كارسة يعني الحديث ده يبكي يعني شوف وصية النبي يا عم استحم ربنا خلي عندك دم كده واستحم ربنا زي ما أنت مكسوف من أبوك ولا عمك ولا صاحبك يشوفك ولا أبو صاحبك يشوفك كأنها كده بالبلد عندنا كأن احنا جعلنا استغفال الله يا رب من كونش احنا يا رب يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا الحياة من الله عز وجل بيكون إيه اللي يقابله آه نعمة بالشكر على طول يا رب لك الحمد جات لنعمة أشكر عليه جات لأوامر حاضر رب أمتسل وقاطعين حاضر رب حاضر رب نعم يا رب سمعا وطاعا يا رب جات نواهي على طول أجدنبها وما عملهاش الحياة من الله معناه إن ربنا ما يشوفكش حيث نهاك وما يفتقدكش حيث أمرك هو عايزك هنا وانت مش موجود وانت فين في الأماكن الله والمعاصر أو في الغفلة المسلم الحق اللي قلبه صاحب يستحم ربنا إنه هو يشوف على معصية إنه هو يشوف وبيخالف أوامر ربنا ولو فعل زنب أو معصية جاي خجل من الله خجل شديد ويبقى زعلان جدا إنه عمل كده ويجري سريع يتوب لربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه المغفرة ويتوب لربنا ويطلب منه العفو والغفرة أنت عارفين سر الحياة من الله إيه إنك تحب ربنا فهتستحي منه وأنتو عزمه تعزم مين اللي بيسمع ويرى ويراقب ويشاهد الحياة من الله زي الحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة نعمل ليه يعني يا رسول الله ها قال قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله إحنا بنستحي من ربنا والله بنخاف من الكسف من ربنا قال ليس زاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة اسمعه يا بنات اسمعه أن تحفظ الرأس وما وعن عدش أجيب في رأسي أفكار أي كلام وأفكار كلها أخذ على سيئات والبطن وما حوى محطش في بطن حاجة حرام ولا لقم حرام تنزل بطن ولنذكر الموت والبلاء معه دايما نتذكر الموت فيدفعنا للطعاط ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا زينة والله زينة وريحة ولا في الآخرة هو كفن هو حتة وماشى بيضة وشكرا على كده اللي ينفعك القرآن والصيام والأعمال الصالحة تنوار لك قبل فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياة ده أول نوع يارد تكتبوه تاني وتعدوه وتكرروا الأمر ده وتشوفوا الخطوات اللي احنا قلناها يا بنات والله إني لكم ناصر أمين تاني نوع من أنواع الحياة الحياة من الناس الحياة من الناس عبارة عن خلق حسن إن أنا ما عملش المعايب إن أنا الحياة من الناس أنا أعمل الخير وابقى رمز للعفاف وللطهر وللنقاء الحياة من الناس معناه إن أنا عندي مرؤة المؤمن أصلا اللي عنده حياة بيستحي النوئز الآخرين لا بلسان ولا بيادل عنده قبيح خول ولا تلفز بسوق ألفاز ولا يختب ولا ينم ولا يعمل على الآخرين لا بيستحي حتى أن تنكشف عورته عن الآخرين حديث حزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لا خير عن نبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يستحي من الناس قال كده الحياة من الناس يكون بكف الأزة عنهم وطرك ما يخضبهم أو يزعجهم كان أحد الحكماء مرة بيقول من كساه الحياة سوب لو سوبك هو الحياة لم يرى الناس عيب أبدا مش هيشوفوا عفك هذا الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض اللهم أمين من الحياة أصلا أن الواحد كده هارفين يتقي الشبهات ويتقي أنه حتى يطلع منه حاجة سيئة أو تتلطخ حتى سمعته بكلمة يبعد عن أماكن اللي فيها الغلط اللي ممكن يشوفوا يحرص دايما أنه سمعته تكون طيبة حتى قدام ربنا سبحانه وتعالى معيد عن الشعاعات والشبهات أصلا كمان من الحياة مع الناس أنه أنت تعرف صاحب الحق فين وتنزله منزلته وتوديله مرتبته وتدي كل زي فضل فضله الأبن يوقر أباه ده من الحياة التلميذ يحترم المعلم بتاعه والأستاذ بتاعه الصغير يتقدب مع الكبير ما فيش واحد فيهم يرفع صوته على التاني ولا الكلام ده ولا أن هو يسبقهم بخطوات ولا يعود وقاعد مش عارفة بحاطة رجلة في وش الناس الكبيرة في وشه لا تعام حكي لكم تعام حكي لكم عن حياة الصحابة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا اين عمر بن العص قال قتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك لأبايعك فبصت يمين فقبت فقال فقبتت يدي قال كما لك يا عمر قلت أردت أن أشترد اشتردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قلت أشترد بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من الرسول بيقول بعد الأمر ده ما كانش في حد أحب إلي من الرسول على السلام ولا أجل في عيني منه بصوا باقي كان بيعمل ايه وما كنت أطيق شفت الحقيقة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن أملأ عيني منه ليه بس يا سيد العمر أن أملأ عيني منه من النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو سئلت لو تسأل أصفه إزاي ما كنتش أعرف لإني لم أكن أملأ عيني من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت مدت على تلك الحال لرجوت إن أنا أكون من أهل إن أنا أكون من أهل الجنب ما بيمليش عينه حياء ما بدرش يرفع عينه يشوف النبي على السلام طيب احنا بقى هنشوف احنا ملاجه احنا ونسأل عن نروح للنبي على السلام ونملك عيننا منه رب اللهم ارزقنا وقياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امين في الدنيا وفي الاخر في الدنيا يجي لك في المنام بقى ورؤية وكده طيب من مظاهر ان الواحد يروح من عنده الحياء ويمشي المجاهرة بالزم اه هو كده اذا كان عجب الناس كلها كده يعيب اطلوا بقى جاهلي بقى ما الناس كلها كده انك تجهر بالزم والمعصية ما تخافش من ربا سبحانه وتعالى في الصحيحين كان في حديث لسيدنا ابو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهري اللي بيجاهر بالمعصية يقول لك دي ربشانة وده جدعانة وده مودرن وده ستايل وده مش عقل غلط من اصلا من الواحد يعني المجاهرة انك انت بتقول لربنا انا مش هميمي استغفر الله وان من المجانة ان يعمل الرجل بالليل عمل كارثم يعني من الجنون من الجنون انك تعمل عمل بالليل وتصبح قد استطره الله عليك ربنا استطرك فقل يا فلان انا بارع عملته بارعها كذا وكا استغفر الله وقد بات يصره ربه يصبحه الصبح يكشف سطر الله عز وجل عليه اكبر مصيبة ده من الجنون انك تجاهر بالمعصية وتبص تلاقي البنات انا بكلم البنات الحلقة دي اللي انا عايزين يسمعوا في الحتة دي خير وبرك الرجال لكن ما تجهرش سطرنا ربنا اكمل سطر الله عليك تاني مظهر من مظهر العدم الحياء ازى الناس انك يأذي الناس في دينهم وتطول عليهم في دينهم ويسفه من دينهم وينكر قرآن وسنة والهاب اللي احنا شايفينه الايام دي او في الطرقات حديث عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قال وما اللعانان يا رسول الله قال الواحد اللي بيتخلى في الطريق الناس اوفض لهم اللي بيعود كده ويعود يأذي الناس في الطرق بتاعتهم عن معاذ بن جبل برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن السلاس البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ثلاثة دول ما تيزوش فيهم الناس برضو حديث عن حزيفة بن قسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ازى المسلمين في طرقهم طرق بتاعتهم ووجبت على سغفر الله عليهم لعنتهم هو كده انك تئز غيرك تو بص تلاقي جار يئز غيره مش عارفة واحدة ازى صحبتها او بتتكلم عليها من ازى الناس ده منش من الحياة كمان مظهر من مظايرة عدم الحياة فحش القول يا دي المسيطة على فحش القول قموس جديد معمول للألفاظ وقلة الأدب والكلام اللي وحش وحش جدا كلام عيب مش كلام فحش كرسة وطولك ده عادي ما يكد والبنات تقولوه لا بنات غلصوا بياه ولا بنات غلصوا ولا تقولوا ما بينكم الكلام ده عيب الكلام ده ده مش من الحياة التنابس كل واحد يتنابس على التاني بالألقاب ويقعد يقوله ده انت كذا ده انت كذا يا ابن عقوق الوالدين يقول لي هو خلفتونا ليه عملته ويتكلم ويتجرق على ابوه يعلي صوته على ابوه على أمه ولا الكلام ده دي كرسة كمان من مظاير عدم الحياة التبرج كرسة التبرج وكشف العورات أصلا الحياة من الناس بيقتد انك تسطر العورة مين عنده حياة يبين حاله كده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا العوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا تريد هو أحد يشوف قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا اسمعه اسمع النبي رد عليه عليه صلوا عليه قال طب لونا كنت الوحدي خالي ما معيش حد ألف الله أحق أن يستحي منه الله أحق أن يستحي منه هو ده الخلق اللي إحنا عايزينه بره وجوه ما إحنا عايزين بس كده يبقى بره لا بره وجوه شاف ربنا مخبرك ومزهر حيي أنتو عارفينه لحاجة منذ منذ بيعت رسول الله أريد لغاية يريد يأخذ حاجته من الغاية إلا وأنا مقنع رأس حياء من الله عز وجل كسوف من ربنا سبحانه وتعالى من فوائد الحياء أصلا والسمر اللي تعود عليك ولا تكتب جميلة إنك وشتعمل معصية هتهجر خجلا من الله عز وجل وشتقدر وشتقدر يتعملي كده إنك تقبلي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى بوزع حب حب ربنا فبستحي منه فأنا مش هعمل كده عشانا بحبه إنك تبعدي أصلا عن فضائح الدنيا والآخر ما تحطيش نفسك في شبهات يبقى عليك كده الوقار والإيمان وقار لك ومهابة للآخرين يبقى توقير طبعا توقير أصلا صاحب الحياء بيستحق الإكرام اللي بيستحي من ربنا يا بنتي في الدنيا ربنا بيستره دنيا وآخر ستر من العيوب الأصمعي كان بيقول سمعت أعراب بيقول من كساه الحياء وثوبه لم يرى الناس عيب خلاص طالما البستي ثوب الحياء الناس مش هتشوف الحياء عبارة عن حياء للقلب أنت عارفين الحياء مشتق من الحياء سيدنا عمر كان بيقول من قل حياءه قل ورعه خلاص ما بيقاش عندك ورعه ومن قل ورعه مات قلبه خلاص أصلا صاحب الحياء ده من المحبوبين عند الله إن الله يحب إن الله يحب وعند الناس ما شاء الله عليه ده بتحلي بكل خلق جميل واحدة بيقولك ده بنت حيية محبوبة اللي بيتخلى عن القبح بقى وعن الحاجات الغلط يبقى عنده حياء داخل جنة حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان طيبوا بعدين والإيمان في الجنة يلي عندك حياء انت داخل جنة والبزاء من الجفاء والجفاء في النار البزاء اللي هو الفحش بصوا يا بنات اسمعوا اللي أنا هقولهولكو ده وركزوا معايا في اللي أنا هشرحوا ده لأن اللي جاي ده مهم جدا وقص بكل بنت فجاءته إيه إحدهما مالها تمشي على استحياء جملة خلتها القرآن في لحظة من التاريخ بصوا مشهد كامل وجاءته إحدهما تمشي على استحياء ليه القرآن يوقفنا على الأمر ده لحظة الحياء اللي القرآن يخليها خلد اليوم الدين ليه ربنا أراد إن إحنا عايزنا نفهم الرسالة دي اللي هي ايه مشيه المشيه الجميلة دي مشيه خلدها الحياء وجاءته إحدى هنا تمشي على استحياء شتان ما بين خطوة وخطوة شتان بين خطوة راقية حيية وبين خطوة صاخبة الناس كلها تبص عليها ويا أرض تهدي ما عليك يأدي ويا اللي مش كلام اللي بيتسامع ده رسائل كتير جدا في الآية دي وجاءته إحدهم مشيت الحياء مشيت الحياء اللي استحياء ليه عشان نتعلمها إحنا نتعلمها إحنا النساء عشان كده قلت البنات تسمعني كمال الأنوسة في اكتمال الحياء وتمام الأنوسة إيه غير حياء هي المرأة إيه غير حياء لو راح حياءها راحت راحت ما بقتش لأنسة ولا مرأة ولا فيها أي عادة هي الأنوسة إيه غير لحظة الارتباك اللي لا تفسر بعقل ولا منطق اللي الروح بتاعت المرأة يعني طفيت بيها وأنسة اكتملت في مشاعرها ده حياء أه ده حياء وجاءته إحدهما تمشي على استحياء مش الجرأة والتبجح والصوت والتشويح والحركات السيوف وال قل لك ده هو كده أنت أنت قصي أنت اللي من لا ده أنت اللي مش حريم أنت اللي مش حريم ولا عندك أمهات تعلمتك يعني إيه أنوسة يعني إيه بنتي يعني إيه كذا أنت كده قدامي إيه ده إيه اللي عملين يتلو دول هي الأنوسة المكتملة كمالها الرشفة وحمرار الخد وحمرار الجبين اللي بتعلن أصلا ده معناها دي طبيعة الأنسة ده خجالها ده حياءها فجاءته إيه إحدا هما مالها تمشي على استحياء شفت الخطوة شتاة حياء الأنسة إيه غير لحظة تغض البصر تغض بصرها كده حياء تغض البصر لأن العين تستحي والعين تستحي تمشي على استحياء مش المشي بس ده العين كمان تمشي ليه تستحي إنها تملأ سوريتها بفتاة مين موسى قاعد الممكن لو شفت نظرة كده هتسلب من قلبها حاجة موطن ما ينفعش إن هي تسترده تاني ما ينفعش والبنات عارفين اللي أنا بقوله ده مجرد النظرة بس أصلها شافك أصلها ما غضتش في الغدي الحياء منظومة غض صوت شفت الصوت ولا يعني عارف أنت اللي اللي بتمشي بخطوة حيية واللي بتتكلم بصوت محترم ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول أبدا ولا تخضعن بالقول أبدا غض الصوت غض البصر يتبعه غض السعي تمشي على استحياء غض القلب لا يحصل فيه حاجة ما ينفعش نستردها عما ياخدش معنى العفة على إيه على استحياء صغة مبالغة من الحياة القرآن راعى الستر ما قالش بنته إحداهما ليه أصل هي أصلا في كامل الحياة ما ينفعش إن أنا أختش فجال قال إحداهما صبية في أرق طبيعتها تواجه فتا يكتمل فيه كل الرجول موسى قوة الروح والبدن بنت تعرف الكلام اللي أنا بقوله ده كويس ولا تزيد عن قولها إن أبي يدعوك شكرا لا إشارة ولا إماء ولا هئ ولا مئ ولا يا أرض تهدي ولا مش عارف إيه ولا الكسس دي ولا هو بعد ما ثق لهم أنا وبتاعم وبتاعم أنا تواصل على الإنستة ولا ما عندك إنيستة ولا فتوارى طوارى عمل وأمته خلاص إن أبي يدعوك إحدهما كامل حياء هي حفظت في ماشية استحياء فأكرمها الكرآن بإحدهما ما كشفاش لا إماء ولا إشارة الحياء ما بيعرفش المشاعر المعلنة ولا الحاجات الجهورية اللي إحنا الحب العاري اللي تشل عليه ستره الحياء ما يعرفش اللحظات المكشوفة والكلام المكشوف والبجح ولا من وراء الشاشات ولا من وراء الشات فتاة شعيب تمشي إحدهما إيه على استحياء وصفات بتمشي على استحياء بتحكي القصة لأبوه يا أبتي استأجر ليه إن خير من استأجرت القوي الأمين فقط كلمات بسيطة إيه اللي وراها بدون أن تفصح على المكنون إيه اللي وراها هو ده الحياء عارفين سر الجمال يقولك إيه إخفاء بعضه يعني تكشفش كل حاجة حاجة إخفي بعضه هو ده الجمال إيه اللي وراه اللي مخفي ده نعرف وعندنا شوق نعرف شوف الفرق بين قول الله عز وجل ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وبين إيه الوضع الحالي للمرأة سلعة سلعة تسوق في كل الإعلانات كل الميديا وتسوق للمرأة وجسد المرأة شكل المرأة كوكاكولا المرأة شوكالاتة سايحة المرأة استغفر الله حاجات مصيبة الفرق بين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم وبين الواقع اللي بنعيشه دلوقتي وريني وفتحي وانتي فين وهي كمان نفس الكلام وبره والدنيا ويلا احنا محتاجين نرجع خلق الحياة على فكرة لقلوبنا عشان تتسم به الجوارح ويبقى فعلا موجود في الجوارح احنا محتاجين نرجع خلق الحياة لبيوتنا احنا محتاجين نرجع خلق الحياة والعفة لعقول بناتنا ادعو الله عز وجل يا كل بنت بتسمعني يا بنتي جمالك وكمال جمال أنستك في كتمام حيائك الحيية الطقية النقية الصلحة الربانية القرآنية هي دي ادعو الله سبحانه وتعالى ارزقكم الهدى والطقى والعفاف والغنى لنا ولكم والبناتنا والبنات المسلمين أجمعين اللهم أمين